ويتصرف كالآله وكالرب وكالخالق لأن هذا الظالم الحاكم ظالم مستهد ولهم حقوقنا يثبتون الناس من الحركة باتجاه المطالبة بحقوقهم صرحاً صرحاً بنيت من الدماء ولم تزد من سيل نحرك للرسالة تنفقوا قد تستيع من الشهامة بينما أهل النذالة والنداثة أكفقوا إن كنت بحكم الجهالة كافرة فالله من حكم الجهالة أصدقوا شهامة عائماً والبحر من موج اقتدارك يزعب وعطاء زهدك في الأعالي كوكب أم والمعرفة والحكمة وربا جيلاً كريماً وخراً أبياً إنسان ربه وحده ولا يكون عبداً للسلطان أو للشيطان هذا العلم الذي انبرى الشيخ النمر رضوان الله تعالى عليه لأن يصدق به مع الله سبحانه وتعالى مع علمه بهذه الكلفة لذلك كان يرى الشيخ النمر أنها بحاجة إلى صرخة صرخة مجوية بحاجة إلى دماء من أجل أن توقضها فقدم نفسه ورخيصاً رخيصاً، راضي، مسلم لأمر الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر